برامج الادخار هي برامج متنوعة تختلف من بنك إلى بنك و من شركة إلى شركة و من جهة إلى جهة لذلك لا نستطيع أن نجيب عنها جوابا عاما بل لا بد من الاطلاع على نظام ذلك الادخار أو لائحته و دراستها و لهذا أقول الجهات التي تجعل برامج الادخار ينبغي أن تعرضها هذه البرامج أن تعرضها هذه البرامج على هيئات شرعية و تفتي فيها هذه الهيئات و ترفق هذه الفتوى لمن يريد الدخول في هذا البرامج فتوى لا يمكن أن تكون فتوى عامة برامج الادخار تختلف من بنك إلى بنك من جهة إلى جهة من مؤسسة إلى مؤسسة من شركة إلى شركة لا نستطيع أن نجيب عنها لا بد من دراسة هذا البرنامج الادخار من حيث طبيعة و من حيث مجالات الاستثمار فيه فنقول للجهات التي عندها برامج دخارية ينبغي أن هذه البرامج تعرض على هيئات شرعية و هذه الهيئات شرعية تدرسها دراسة وافية و تصدر فيها فتوى بحيث يطمئن من يريد الدخول فيها فيقال هذا برنامج أفتى فيه المشايخ فلان وفلان وفلان درسوه دراسة استفيضة فهموه تصوروه أفتوا فيه و هذه هي فتوى هذه الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه البرامج لأن هذه الأسئلة حقيقة تتكرر في برامج الفتوى و في حتى الأسئلة الفردية يقول أنا أريد أن ندخل في برامج الادخاري لشركة كذلك ما هو هذا البرنامج؟ المفتي ما يستطيع أن يحيط بهذه البرامج كلها و ثم أيضا حتى هذه البرامج تتغير من وقت لآخر يدخلها تحديد تغيير لذلك الجهة نفسها ينبغي أن تعرض هذا البرنامج على هيئة الشرعية و تفتي فيها فتوى مكتوبة و تعرض هذه الفتوى لمن يريد الدخول في هذا البرنامج ينبغي أن يكون الحس الشرعي موجود لدى القائمين على هذه البرامج يعني كثير من الناس يحرصون على الحلال لا يريد أن يكون في ماله شيء حرام أو شيء حتى في شبهة و لذلك حتى يطمئن من يريد الدخول في هذا البرنامج ينبغي أن يعرض هذا البرنامج على لجنة أو هيئة الشرعية تدرسه دراسة مستفيظة دراسة فاحصة و تتصوره و تفتي فيه و هذه الفتوى تكون مكتوبة و تعرض على كل من يريد الدخول في هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر